وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافظ توريد إضافي لسعر أردب قمح المحلي للموسم الزراعي الحالي وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة توجيه جاء خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين وفي اجتماع آخر وجه رئيس السيسي بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر بما يعزز من استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ولواء أركان حرب إيهاب الفر رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية صراح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تنول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية وقد تم عرض الموقف التنفيذي الخاص ببعض المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح مع قرب موسم الحصاد المحلي وجهود زيادة انتاجيته في إطار سياسة الدولة بالتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية والتوسع الرأسي في جودة القمح وكميته باستخدام أفضل أنواع البذور ووسائل الرئي الحديث والميكانة الزراعية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمحطات زراعة قصب السكر في كومومبو ووادي الصعيدة بما فيها المعدات والآلات الزراعية ونظم الرئي فضلاً عن الأسمدة والبذور المستخدمة في هذا الصدد أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً أرض الموقف الخاص بتنمية قطاع السروة السمكية خاصة من خلال إنشاء مصانع الأعلاف السمكية وكذا تطوير البحيرات على مستوى الجمهورية لسيما بحيرات السد العالي والبردويل والبرولوس والمنزلة وذلك بعمليات التطهير والتكريك وإزالة التعديات ورفع كفاءة البواغيز لتحسين جوانبها البيئية وزيادة إنتاجيتها وتطوير المفرخات بها وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لإنشاء المفرخات السمكية على أعلى مستوى وذلك لتزويد البحيرات بالزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج مع منع عملية الصيد الجائر بهدف المساهمة في تعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية وتعظيم المغزون السمكي في مصر كما اطلع السيد الرئيس على جهود تنمية الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية خاصة من خلال المشروع القومي للبيتلو وتطوير مراكز تجميع الألبان إلى جانب تحسين السلالات وكذا توفير رعاية البيطرية المتقدمة عن طريق القوافل البيطرية العلاجية المجانية حيث تم مؤخرا تنظيم أكثر من ألف قافلة على مستوى قرى الجمهورية لعلاج وفحص الثروة الحيوانية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالتوسع في توفير سلالات الأبقار ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان لما لها من مردود اقتصادي مباشر لصالح المربين بل إضافة إلى مساهمتها في دعم إنتاج اللحوم والألبان للسوق المحلي وتعزيز الصناعات الغذائية ذات الصلاة كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وسيد السيد القصير وزير الزراعة والتصلاح الأراضي والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية ولواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ولواء أركان حربي إيهاب الفر رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمقدم طيار بهاء الدين الغنم مدير مشروع مستقبل مصر الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر من كافة الجوانب خاصة ما تم إنجازه من مساحات منزرعة وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وكل ما يتعلق بالبنية الأساسية للمشروع وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذا المشروع الاستراتيجي في مجال الزراعة والغذاء بما يساهم في توفير الألاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة ويعطي دفعة قوية للمنظومة الوطنية للتصنيع الزراعي ويعزز من استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية خاصة أنه يقع ضمن المشروع الزراعي العملاق الدلتة الجديدة كما تبع السيد الرئيس تفاصيل سير العمل بمكونات البنية الأساسية والموقف التنفيذي لعدد آخر من المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية خاصة في محافظتي بني سويف والمينيا والتي ستمثل بدورها قيمة مضافة لسوق الغذاء المصري ترجمة نانسي قنقر